معنا من الرياض الخبير العسكري والاستراتيجي محمد لقبيبان أستاذ محمد أهلاً وسلام بك على سكاي نيوز عربية إذا تفكيك خلية إرهابية تلقى الدعم من إيران تعطينا أي مؤشرات برأيك؟ أهلاً سهلاً 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 بمعنى أن إيران لا زالت تعمل بالرغم من الرسائل التي بعثها خادم الحرمين الشريفين للمجتمع الدولي في كلمة أمام الجمعية العامة قبل فترة وآفاد بأنه نحن حاولنا أن نصلح الإعلاقات ورأينا أن نعدل ما الوضع إليه ولكن إيران تستمر وهذا الحدث المؤسف الذي حدث أو كاد أن يحدث في المملكة إنما هو يبدو لي أنه تحدي من قبل إيران خاصة أن التقرير تحدث على أن هناك ثلاثة أشخاص تدربوا في الحرس الثوري هذا يعطينا مؤشر خطير يعني كان من أول الخلايا التي تعمل في المملكة قد يكون لداعش قد يكون تدريبهم مع مجموعة القاعدة تطور أخيرا إلى أن وصل إلى المرحلة التالية أنت لو شوف السسامي المضبوطات تتكلم على عملية متكاملة من الألف إلى الياء بمعنى أن حتى خلية غرفة عمليات مصغرة أجهزة اتصال، أجهزة تنصد، ضبط شرائك، وسائل تفجير الذي ذكرها البيان السعودي يتكلم على العديد من الأسلحة وهي زي ما تظهر المشاهدين الكرام الآن هذا مجرد لخلية واحدة فأنا برأيي أن التحدي مستمر الشكر أولا وأخيرا لرجالات الأمن في المملكة العربية السعودية وما في شك أن الأمن في المملكة وفي كافة الدول الخليج هناك ربط قوي وأنا أتوقع أن هذا الربط دائما يثمر عن عمليات استباقية سواء في المملكة أو دول المجاورة وأيضا هذا لا يعطينا أن نرتاح قليلا أو حتى مع التحقيقات لا، التحدي مستمر التحدي مستمر سيد محمد ولكن أنت أخرت أيضا إلى إيران وقلت بأن إيران تريد زعزعت الاستقرار في المملكة ما الذي تريده من وراء هذه الأفعال داخل المملكة العربية السعودية؟ شوف سيد سامي هناك أشياء كثيرة تريد الآن لو لاحظنا الخطاب الإيراني في الآونة الأخيرة في ظل المتغيرات هناك خطاب تحدي وهناك خطاب عن تري وهناك تدخل في شؤون الدولة هذه النقطة الأولى الأمر الثاني ما يراد من هذا من ما تفعل إيران في المنطقة هي الاستمرار في زعزعة أمن واستقرار المنطقة ولكن هناك تحدي أكبر عندما تدخل مثل هذا النوع من المتفجرات أو يصل إلى أبناء الوطن تدريب في خلايا الحرس الثوري هذا يعني نحن الآن أمام خطر واضح خطر خطيئ خطر كبير وهي تريد زي ما قلت لك الاستفادة من بعض خليل أقول لك الذين لديهم ضعف نفسي أو قليلية الولاء لأوطانهم وتجنيدهم في هذا المجال وللأسف هناك أبناءنا لكن عاد لنرى التحقيقات عندما تصدر من أينهم وكيف تواصلوا بالرغم هناك جهود أمنية واضحة ليقاف مثل هذا النوع من العبث ما هو أفضل رد سعودي على كل هذه التحركات الإيرانية أستاذ محمد؟ الاستمرار فيما نحن عليه هو التصعيد في الخطاب السياسي يعني المجتمع الدولي بصراحة السلسامي لاحظنا هناك ضعف وفشل ويعني لا مبالاة أنا أقول لك المجتمع الدولي لا يبالي بما تفعله إيران في المنطقة بما أنه يعني هذا تحدي واضح قائد أو قائد المملكة العربية السعودية خادم الحرمين الشريفين أوصل رسالة قبل كم يوم وأنا أعتقد أنه يعني هذا يؤكد على أنه فعلا التهديدات مستمرة ولا نجد إذن صاغية ما هو مطلوب منه؟ التكاتف نحن أمام تحدي خطير نحن أمام عنتريات خطابية نحن أمام تجيش المجتمع للأسف الإسلامي خاصة بعد ما حصلت هذه المتغيرات الثلاثة متغيرات العلاقات مع دولة إسرائيل المتغير الكبير ما تحدث بوزير الدفاع الأمريكي في تطوير الأسطول السادس والقوات البحرية في منطقة الخليج العربي فهذا يعني أن هناك تحدي لهذه المتغيرات الاستراتيجية في المنطقة وبرسالة أخرى يريد أن يقولون أننا وصلنا إلى أبناءكم في داخل الوطن لذلك يعني التحدي مستمر وما هو مطلوب؟ الأخوة الدبلوماسيين يتركون عنهم الخطاب الناعم خاصة يعني من دوبين مملكة من دوبين دول مجلس التعاون الخطاب الناعم هذا اللي في أروقت من مجلس الأمن أنا ما أرى إلا من مشكلة الأمن رأينا ما حدث مشكلة اليمن عفوا ونرى الآن هذه التحديات المستمرة في ظل تجاه الواضح من المجتمع الدولي وحتى من القوى الغربية تجاه إيران وتعريفها للأرهاب شكرا جزيلا لك أستاذ محمد لقبيبان الخبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من الرياض شكرا لك شكرا لك